كانوا أن أتذكر واحد من زملائي قال لي أنا أدخل دفاع جوي ولا طب ولا أشي أسوي ولا هندسة وأنا معدليش في ما شاء الله سبعة وتسعين وأقبل في كل شيء وطوله وعرضه ويسمح القبول في كل شيء فسألتوا إيش تلعب قال لي ما عرف ألعب ولا شيء ولا شيء قال ولا شيء خويه جنبه همس فيه إذن وضحكه قلت له إيش قال قال لا ما عليك قلت له بس قل لي قال لي يلعب في لعبة حيننا في الغربية نسميها البراجون المصاقيل هنا يسمون المصاقيل أو التيل قال فنان في التقنيس طبعا واحد يقنس لا إحنا ننظر لها بسطحية نشوف أنها ما هي بشيء بس ترى هي قوة تركيز هي تحديد هدف شرعة بديهة هي خيال واسع هي ذكاء حركي هي مجموعة من المواصفات فأنا بناء ذلك قلت له دخل طهيران حربي عجيب لأنه في طهيران الحربي تحتاج أنك تكون فنان وش الربط بين الربط بينها أنه الطيارة الحربي يحتاج إلى تحكم في عصابه عالي وقدرة على التهديف واختيار الهدف الآن يوم الطيارة الحربية تتقلب في الهوى إذا كنت تنتظر حتى ترى الهدف ثم تطلق ستكون أنت الهدف وتنتظر إنما تحتاج أنك تتخيل وين الهدف بحيث أن يوم يصير هدف في مارماك تكون قد أطلقت هو يكلمني ذلك كلام فيما بعد الرجل يكلمني قبل حمكة 15 سنة وهو عقيد ركن طيار أحد أفضل مدربي طيارات 15 في العالم الله جعلها بسيطة تظهر في اللعب تظهر في الدراسة تظهر في الأشياء التي نستمتع بها ويتعب منها الآخرين يا سلام الله لا يجعلها صعبة ترهي سلام اعملوا فكلهم يسروا لم يأخذوا الأقل هنا موضع مهم جدا يعني على طاق